أهلا بحضرتكم مرة تانية والإستكملين معكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر جمانا كان لها لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي واللي تطرق في هذا اللقاء لعدد من الملفات والموضوعات الهامة هنسيب حضرتكم مع هذا اللقاء ونرجع نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتكم سأل المرشال الفرنسي شارل ديجول عقب انتهاء الحرب العالمية التانية كيف حال القضاء في فرنسا فأجيب بأن حال القضاء بحال جيد ومن المعروف أن في هذه الفترة لم تكن فرنسا في أفضل حال فرد شارل ديجول وقتها وقال إذن ففرنسا بخير هذا المثال يؤكد أهمية القضاء في إرساء دعاء من الاستقرار والحق والمسواة في أي مجتمع وإن تحدثنا عن القضاء المصري تحديدا فلطالما كان مثالا للإنصاف والعدل والحقيقة إن تحدثنا ونظرنا للسبع سنوات التي ترأس فيها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم نرى مدى اهتمامه باستخلال القضاء مشاهدينا نحاول اليوم أحد كبار وشيوخ القضاء المصري سيدة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا نتحور معه ونسأله عن العديد من الملفات وأيضا نرى من خلال عين القاضي ما تم من إنجاز في مصر خلال هذه السنوات سبع الخير يا حضرك يا فندم ومنورنا وشرف دينك سبع الخير يا مصر نحن نكون مع حضرتك أهلا بكم جميعا في دار العدالة الدستورية دار المحكمة الدستورية العليا أهلا بكم جميعا ونحن في محراب المحكمة الدستورية العليا خلينا بداية يا فندم نعرف من حضرتك ونعرف السيدة المشاهدين الدور المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا تختص بمجموعة من الاختصاصات أهمها تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالإجراءات التي حددها قانون إنشاءها وهو القانون الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الاختصاص الثاني تقوم المحكمة الدستورية العليا بفض تنازع الاختصاص سواء كان تنازعا سلبيا أو إيجابيا وفض تناقض الأحكام بين الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الاختصاص الثالث وهو أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير القوانين والتشريعات تفسيرا ملزما لجميع الجهات سيادة المستشار لو هنرجع للاجتماع الهام يوم 2 يونيو وكان طبعا بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خرجت قرارات سبع قرارات مهمة جدا الحقيقة وأولهم الاحتفال بيوم القضاء المصري وده كان العيد الأول في الأول من أكتوبر وأيضا قرارات أخرى تخص العاملين بالهيئات القضائية المختلفة وقرار هام أيضا بتعيين المرأة في الهيئات القضائية أيضا أنا هبدأ مع حضرتك من عيد القضاء المصري الأول عايزة أعرف من حضرتك رؤيتك أن سيادة الرئيس يقترح أن يكون هناك عيد للقضاء المصري في هذا اليوم تحديدا وأيضا عايزة أتناقش مع حضرتك في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم يجلس القضاء المصري مع مصر كلها يحتفي بعيده فالتوفق بين رؤساء الجهات والعيئات القضائية أن يكون هذا اليوم الموحد للقضاء أو أن يكون عيد القضاء هو يوم الأول من أكتوبر من كل عام فالقضاء في مصر هو في بؤرة تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي والرجل لا يتأخر لحظة واحدة في دعم القضاء بكل صور الدعم وليس دعما إيجابيا في حسب وإنما يا الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص بأن لا يتدخل في شؤون القضاء ولذلك قال قاعدة في عيد القضاء هي أعجبت بل أثلجت صدور كل قضاة مصر وهي أن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه قاعدة ذهبية ثم أكملها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقولة أخرى وهي خاطب رجال القضاء في مصر قل لها أنني إذا أردت التدخل في شؤون القضاء لن تسمحوا لي هذه العبارة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبرت وأجلت الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيون قضاة مصر وفي فكرهم سيد المستشار خلينا ننتقل للقرارات الأخرى المتعلقة بالعاملين بالهيئات القضائية المختلفة كان هناك أكثر من قرار منهم على سبيل المثال أنه مسواف الأجور بين العاملين في الهيئات القضائية المختلفة وأيضا عدم تكرار الأسماء المعينة بالجهات القضائية المختلفة عايزة أسأل حضرتك عن هذه القرارات وأيضا هل هذه القرارات أو لأي مدى هذه القرارات يمكن أن تحل مشكلة الرسوب الوظيف لدى الهيئات القضائية لا أوجد رسوب وظيفة في الهيئات القضائية لأن كلمة الرسوب الوظيفة في الهيئات القضائية يعني معلش مرتبطة بمعنى غير مستحب في المجال الوظيف لكن القرارات نفسها كان لها تأثير كبير جدا جدا من نواحي متعددة التعيين يتم في الجهات القضائية الأربعة والهيئات القضائية الأربعة وكان يتم في الماضي ويحدث نوعا من التكرار بعض المرشحين كان يعين في أكثر من جهة يعين في النياب العامة ثم يعين في مجلس الدولة وكان هذا التعيين يضيع الفرصة على بعض زملائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم حدوث هذا التكرار وأن المرشح يعين في جهة قضائية واحدة حتى يعطي الفرصة لباقي المرشحين من أن يعينوا في وظيفة قضائية طيب داي فاندم هاي خليني أسأل حضرتك عن معايير التعيين في رياة القضائية المعايير هي معايير موضوعية وليطمئن شبابنا ولتطمئن فتياتنا أيضا على أن التعيين يتم بطريقة معضوعية المعايير الأساس فيها في التعيين والتقدير في كليات الحقوق وليس التقدير في حسب بل المجموع مجموع الدرجات هو أساس التعيين في بروتوكولات تعاون لتدريب شباب القضاء وأيضا يمكن 2020 كانت بمثابة اختبار لهم ان تحدثنا عن الاستحقاقات الانتخابية في إن كان مجلس الشيوخ أو مجلس النواب عايزة عرف من حضرتك رؤيتك لأداء شباب القضاء في هذه الفترة القضاء المصري كله يؤدي أداءا ممتازا ومتميزا لأن القضاء المصري يراعي الله في عمله ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري ولا سلطان على القضاء سوى سلطان القانون وسلطان الله ومن هذا القضاء شبابنا في القضاء المصري وهم نبت هذا البلد لو تحدثنا عن ضحر الإرهاب في مصر يمكن خلال السبع سنوات اللي فاتت مصر كانت بتحارب في جبهات مختلفة وحضرتك ذكرت فيه أثناء حديثك أنه سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من أشار إلى الإرهاب وحث على ضحره كأهمية قصوى خليني يعرف من حضرتك يا فندم يعني دور القضاء المصري في هذا الملف تحديدا خاصة أن القضاء أيضا قدم شهداء مصر من أوائل الدول التي حربت الإرهاب فقد قاضت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة حربا شرسة وقاضت مصر معارك شرسة ضد الإرهاب وكان الرجل يكفيه أمام شعبه هذا إلا أن الرجل آثر أن يسير خط محاربة الإرهاب ودحره مع خط التنمية سيادة المستشار بما أن حضرتك تحدثت عن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب وبناء عليه تم إلغاء مد حالة الطوارئ وتم إلغاء الظروف الاستثنائية التي كانت تعيش بها مصر على مدار سنوات طويلة خلينا نعرف من حضرتك يا فندم يعني انعكاس عدم وجود ظروف استثنائية في المحاكم المصرية وأيضا نقطة أخرى وأنه هناك جدل حول مصير القضايا المتعلقة بحالة الطوارئ الرئيس من تلقاء نفسه أول من يعمل مبدأ سيادة القانون ويعلي مبدأ سيادة الدستور والقانون فحينما انتهى الخطر الداهم وتحقق الأمن والاستقرار ولم تعد هناك حاجة لمد حالة الطوارئ بادرة وأنا أقول بادرة وبسرعة إلى إلغاء مد حالة الطوارئ وعاد البلاد وأعاد البلاد إلى الوضع العادي لتستمتع فيه البلاد بحريتها وبالديمقراطية في البعض من يتساءل يعني إيه الرقمانة ومأهمية الرقمانة بالنسبة للهيئات القضائية رقمانة العدالة ليست من باب الطرف لما هي ضرورية وحاجة ملحة للمواطن المصري سوف يؤدي إن شاء الله إلى القضاء على بطء التقاضي وتحقيق السرعة في الإنجاز هل يتطور القانون كلما تطورت التكنولوجيا أو أن هناك آليات لتحقيق العدالة النجزة في مثل هذه الحالات لأنه كما ذكرنا أن هذه التشكيلات العصابية أيضا تلتف حول القوانين دائما المجالس النيابية تطور القوانين التي تحكم التشريعات التي تحكم العلاقات الاجتماعية فطالما أن القانون علم اجتماعي ويحكم العلاقات الاجتماعية في المجتمع هو يتطور بتطور هذه العلاقات حتى يواكب أي علاقة تحدث جديدة أو أي صورة من صور العلاقات الاجتماعية أيما كانت صراطها حتى ولو اتخذت شكلها الجريمة خلينا نرجع مرة تانية للقرارات الهمة التي استصدرها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع 2 يونيو وهي قرارات متعلقة بتفعيل استحقاق الدستوري المساواة بين الرجل والمرأة ساعدنا جدا الحقيقة يا فندم ونساء مصر ساعدنا بهذه القرارات بشدة عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذه القرارات وردك على من يعتقد أن المرأة المصرية غير مؤهلة لتقلد هذه المناصب المتعلقة بالهيئات القضائية المختلفة المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش أزهع صورها حصلت على كامل حقوقها المرأة المصرية الآن تجلس على منصة القضاء في جميع الهيئات والجهات القضائية المرأة المصرية قاضي دستوري عندنا في المحاكم الدستورية المرأة المصرية قاضي جنائي تجلس في محكمة الجنايات وتصدر أحكاما في جميع الجنايات التي تعرض عليها شأنها شأن الرجل تماما من حقيقي أياتها المرأة المصرية أن تفغري وتفاخري كل نساء العالم أنك قد حصلت على استحقاقك الدستوري بتولي منصب القضاء وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أعمل لك هذا الاستحقاق الدستوري سيادة المستشار سعيد مرأي نشكر حضرتك شكرا جزيلا على ساعة صدرك ونستقبالك في محراب محكمة الدستورية العليا نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات التي وضحتها لنا والسيدة المشاهدين نشكرك يا فنم جزيلا شكر أهلا وسهلا متشكر جدا أنتم شرفتم دار العدالة الدستورية المحكمة الدستورية العليا شكرا يا فنم جزيلا شكرا شاهدين كان هذا لقاؤنا بسيادة المستشار سعيد مرأي رئيس المحكمة الدستورية العليا تطرقنا إلى العديد من النقاط والعديد من الملفات الهمة واللي شرحها لنا سيادة المستشار باستفادة نشكر حضرتكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء تابعنا مع حضرتكم لقاء الزميلة العزيزة جمانة ماهر مع المستشار سعيد مرأي رئيس المحكمة الدستورية العليا من داخل مقر المحكمة الدستورية يمكن من أهم النقاط للواحد فعلا سعيد بها هي تمكين المرأة من تقلض مناصب في القضاء المصري يمكن في فترات سابقة ما كانش الموضوع ده حاصل في مصر لكن مع الوقت وفي خلال الأعوام القليلة المنصرمة بدأت المرأة المصرية تتقلض أرفع المناصب في القضاء وتكون على رأس هيئات قضائية أو على رأس عفوا المنصة القضائية في كثير من المحاكم فكل التحية لرجال القضاء المصري وللقضاء بشكل عام حامي العدل في مختلف الدول وتحديدا في مصر وكل التحية لرجال القضاء في المحكمة الدستورية العليا البصرية ترجمة نانسي قنقر